اهلا بحضراتكم من جديد نكمل اخبارنا ونبتدي بكرة اليد نادي الاهلي كرة اليد الفريق الاول لعب ماتشين الاسبوع اللي فات في بداية دور المحترفين او دوري سوبر المحترفين كان بيلاعب طبعا اول مباراة البنك الاهلي والمباراة التانية 6 اكتوبر فوزنا في المباراة اتين مباراة الاولى ببنك الاهلي فوزنا 31-28 ومباراة 6 اكتوبر فوزنا 43-32 الماتش اللي جاي لفريقنا هيكون يوم الخميس اللي جاي مع نادي الزمالك في الجولة التالتة من الدوري ويكون الماتش على صارة هيئة كناة سويس بالاسم عليا كل الدعم للفريق الحقيقة والنجوم والجهاز الفني خلينا اقول لكم حاجة ان طبعا ليه الاتحاد بيلعب خميس وجمعة ليه اتحاد الكرة اليد بيلعب خميس وجمعة اولا عملوا نظام جايد دايما كرة اليد بيفجئونا الاتحاد تاعة كرة اليد بيفجئنا بقرارات ويفجئنا بامور جيدة جدا انا سمعت الحقيقة كابتن ايمان صلاح حضو اتحاد او اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد كرة اليد سمعته في احد المدخلات في احد القنوات والحقيقة هو المشف على المنتخبات الكلام بترتب حلو جدا يعني قال ان احنا بنجمع المنتخب موليد 2000 تقريبا او موليد 2000 اللي هم الزغرين 2002 بيجمعهم جمعة وسبت 2002 اللي هو كابتن صبر حسين بيجمعهم جمعة وسبت يعني ايه جمعة وسبت الفرق 2004 كابتن مجد ابو المجد بس هنقول 2002 بيتجمعهم جمعة وسبت في المركز اللي هم بيفي المعادي ليه بيروحهم مع فرقتهم او فرقهم طول الاسبوع ويجيبهم جمعة وسبت تمنين مغلق يجي كابتن صبر حسين يجمع الفريق يتمرنوا تمرنتين يروحوا على ايه على الفرق فرقهم يكملوا مطشطهم معهم نفس الكلام بالنسبة للمنتخب الاول الخواجب يروح مجمع المنتخب حد واثنين يتمرنوا ويلعبوا ويتجنسوا ودم استدعاء العيبة جداد وقداموا يشوف الوضع ايه عشان يبقى ايه الهدف من ده ايه كابتن ايمان صلاح اه وبالمناسبة النهاردة كان اول تجميع نهاردة لحد طب هو عايز ايم التجميع دي هتقولها كابتن مفيش حد بيعمل كده لا ده هو ده الصح ليه بقى عشان انت ما تنساش يعني ما انت ممكن هتروح مع مدارس تانية ومدربين تانية وافكار تانية وسيستم تاني خالص فلازم تبقى دايما صاحي فنيا مع منتخب مصر دايما مجمع دايما حاضر دايما بتفكر وعلى فكرة المحترفين كمان جايين في ناشونال ستوب في العالم كل في كرة اليد هيجوا مصر في الاسبوع ده هنضموا للمعسكر ده طب الهدف من ده ايه عشان دايما يبقى المنتخب صاحي وجاهز الاشتراك طب هم بيعملوا كده ليه في بطولة افريقيا جاية مؤهلة لبطولة العالم في يناير عشرين اتنين وعشرين فمعنى كده انه خلاص الدنيا هنغمض ونفتح هنلاقي ايه هنلاقي البر وزايد انه هما ضغطوا الدوري هو ده اللي انا بقوله ضغطوا الدوري يا جماعة ايه مصلحة ان انا اعمل دوري عشر شهور وهلك اللعيبة واللعيبة تتصاب واروح مع المنتخبات اخسر يا جماعة ليس منكم رجل الرشيد يعني ايه دوري عشر شهور في السنة ويعني ايه دوري تسعة شهور افهم لما يكون الدوري طويل لما يبقى عندي اشتراكات دولية زي الكورة ممكن افهم ان ممكن يبقى الدوري يطول غزما عنه ما عندنا اندية بتشارك في افريقيا وعندنا بطولة افريقيا البطولة الامم وارد ييجي سنة او اتنين في الكورة وتلاقي الدنيا كده وسعت منهم عشر شهور انما العاب تانية ما بتشتركش خالص في اي حاجة تعمل دوري عشر شهور ليه ليه اليد دقت الدوري بتاعه عشان عنده هدف اكبر اللي هو ايه منتخب مصر هو ده اللي بنقوله فطبعا انا حبيت بس اقول لكم ليه الخميس وجمع عشان يبعدوا عن تجميعة المنتخب حد واثنين تتمرن تلات اربع تلع الخميس جمع تريح ساب تجيلي الحد شفتوا شفتوا الشغل شفتوا الناس اللي بتفكر تخطيط هو ده التخطيط والله العظيم شابون منتقل الاتحاد كورت اليد وعلى فكرة ما بقولش عسامي ليه لو جبتلك الاتحاد كورت اليد من سنتين هتلاقي نفس الفكر من عشر سنين نفس الفكر كمان عشر سنين هتلاقي نفس الفكر بجد يعني 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 فين زام وسيستم عندي اشتراكات دولية اضغط الدوري ليه عشان عندي التزامات يعني اعمل دوري عشر شهور ويطلع لعيبة متصابة واللي عنده كسر شرخ اجهادي واللي عنده كسر مش عارف في ايه واللي خلع في الكتف طب انا استفدت ايه كده انا كمنتخب مصر اللي هو الاسم الاعظم لنا كلنا واللي كلنا عايزين رفعته واعلى مكان فيه منتخب مصر ليه اعمل دوري زي كده يا جماعة لازم الاتحادات تراجع نفسها في النشاطات المحلية ولازم النشاطات تطابق اللي انت هتلعبه في افريقيا يعني لو بتلعب افريقيا دورة جماعة يبقى الدوري بتاعك دورات مجمعة هتلعب بلاي اوف وده ما فيش حاجة اسمها بلاي اوف كده تلعب بلاي اوف هتلاعب مصرين واربعد طب ليه اليد دي بلعب خميس وجمع او جمع سوري بلعب خميس وجمع واربعد ليه عشان بيروح يلعب مصرين وثلاثة واربعد ما كان ممكن يعمل لك مصر السبت ويعمل لك خميس ومصر السبت ويديك يوم راحة لا هو مش عايز كده هو عايز يحط اللعيبة في نفس الظروف اللي عابه فيها بتقفلك لا ده احنا ممكن نقول موويل وكصص وحاجات بتحصل غلط ومع ذلك محدش بياخد باله